يعني السبب في سرعة الهدف يبقى موجود هل هو خطأ فقط ولا الأمور بقت في جزء الدفاع من الناس زمالك بقت مشابه لكل مباراة وبالتالي خلاص هو ده العادة عند الناس زمالك هل غياب الوينشي مثلا بسبب؟ لا ما الوينشي غيب بقاله فترة وانت طلعت بمشاط كاسبها من غير أي خطورة على المرمى بتاعك وانت طلعت بمشاط متعدلة وطلعت بمشاط خسرانها واخد بالك فمش هي الغلطات وردة بس المشكلة ان مش غالطة زي دي لان الغلط اخر واحد الراجل بقى انفراض انا هقول لك من يعني اهم من الفنيات اول حاجة وحطه تحتها مية خط النيات دينية يعني دينية كرة دينية ده مش دي بس وجون التاني وجون التالت نيات واخد دلك دي رقم واحد تسيبنا بقى من النيات تعال بقى على الفنيات كرة زي دي السنة اللي فاتت عشان الماكنة كانت ماشية وكله كان خالص النية وكله كان بيشتغل بضمير وكله سواسية وما فيش كبير ولا صغير ولا نجم ولا ولا واخد بالك فكره زي دي كان عواض بيصدها صح لان في كور زي دي واصعب من دي عواض تنلحها ولو عايز افكرك هفكرك ماتش المحلة بتاع اه اتنين صفر المحلة مضايعة كم انفراض من في السكس يارضى وعواض بيطلع نرجع تاني بالزاكرة ماتش اللي هو بتاع بيراملز فاكر ماتش بيراملز فاكر ماتش بيراملز وبعد ضربة الجزاء انا عايزك توفع اللقطة دي بس طلعت اوقف عليها اوقف عليها ما تغيرهاش بس عندي حاجة اه بص حسام حسام خلاص بص حسامة نبيه هم الاتنين نفس الراكش قال لك خلاص يقول قبل ما تخش بولها افكرة مع اخر واحد يا فاروق اخر واحد والراجر راح نفراج يعني معناه ان يعني عارف انا عارف ان اها تخش يعني فكرة اتنين بتقول ان عواض يصد هم مش محب يعني خلاص شايدنا يا عم خلاص ما في نيات ما انا بقول رقم اتنين كمان هم عارفين لان اللي رايح بيها مش لعيب صغير ده لعيب كبير شكر 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 يفيروت كويس هايل اللعيب بيمسي القرى قدام اهل والزمالك وقدام اي احد يعني اللعيب محترم فلما يروح بقرى زي دي صعب ان يضيحها واخد بلد ثم نية بقى يعني مع ان اللعيب كويس النية كمان تعال بقى نخش على الجنة التانية لهو قدامك كبه الجنة التانية بص بقى اللي اتنين المساكين بيرجعوا بظهرهم بدل ما يقابلوا بيرجعوا بظهرهم بص القرى جات العمر فاستلم ولف انت كنت فرود كان فيه حد بيسيبك تلف طبعا لف وانا شفت الجول خلاص ده اي فرود لا ده ده استلم ولف وبص هم عمدين يرجعوا الورى وبعدين بتنشاط وقبل ما بتروح العواد بتونجها عاملة بند في الارض نيات برضو لا ده هي بقى عايزة تخش هنا برضو نية ما هي لو مش عايزة تخش ما تعملش بند على وقت كان عايزة تدار مش حاجة تانية نية مش حاجة تانية نية اه نية مش حاجة تانية بص نية سيئة جدا اللعبة بن بعد بن بتضعين � fonds المدير الفني والمدير الفني التهم ح傳ى ان فيها بحاجات ممكن تكون خارقة عن الأمور الطبيعية لانادي الزي مالك ده كلام عامل ازاي الايه نادي الزي مالك ما بيكسافش بسبب امور خارجة عن الطبيعة ايوه عشان ما بقاش فيه عدل وبقى فيه اي حد يلعب. لأ مش فهم قصدر. انا مش عايز اقول اللفظ يعني. الكلام ممكن يكون خاص بقى بحاجات ممكن تكون خارج عن الطبيعة. سحر والشعوازة ايو الكلام ده. بص. كنب سحر يخش فيه تلاتي جوان. يعني لو زمانك بيسحر هيقنش فيه تلاتي بس سحر غضب. لأ بص كمان بقى هنا قبل كل ده بقى تعالى انت الشيط الاولاني كل فرقة الزمانك ما جاتش. الا واحد بس. والتاني كان بيعافر معه. سيف فاروق عفر. اكسم بالله لو قد يبقى قد امام عشور بتاعهم ده كمس تلاف مرة. اكسم بالله ومش بجامله. الوحيد اللي كان بيعافر ويجري وعمل سرول ديزه. والوحيد اللي بيمسك كورة وبينزل استلم كورة ما بيرابش من كورة. هو كان سيف فاروق عفر. التاني اللي بيخش ويضغطوا الكلام ده كان عمر السيسي. وبعد كده كل فرقة الزمانك واقفة تتفرج. كل اللعبة واقفة تتفرج. حتى عمشاف المطل اللي بقى اللي هو كان نجم المباراة بمجرد من الراجل جي وقعد له عالدكة بقى. صراحة اللقطة دي انا مش مصدق ان اللعيب اتناد زماك اللي هما الاغلى سعرا والاقوى مفروض بدا يعني بدنيا وكل التفاصيل خاصة بفريق كبير يبقى ده بيقعوا كده. انية. برضو انية. يعني انت بس اما بتلعب ده وتطلع سيد نمار. وده بتقولولي عليه دولة. وبيهرب من الكورة وبيستخبى من الكورة. ايوه نضايك يا مان يا كابتك. ده لعيب افريقيا. يا عم نضايك مش بتاعته لاني ده مش راجع يدافع. ماشي دوية يا كابتك. يا با يقع لاني ده اصلا مش مدافع. انت تعيب على المدافع. يا حبيبي ماشي. انت تعيب على التاني ده اللي هو ترقص من على القط من هنا. ده ترقص من على القط. بص يا فاروق.